هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الإعلاميين بمناسبة للتلفزيون المصري الحادي والستين الذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في الحادي والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وستين وقال المجلس في بيان إن التلفزيون المصرية منذ نشأته لعب دورا كبيرا في المحيط العربي وكان مواكبا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة وأكد المجلس أن الإعلام المصرية كان وما زال يلعب دورا توعويا كبيرا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائما سندا وظاهيرا للدولة في أشد التحديات